كلمات المفتاحية في هذا الدرس الأساس القوي والأساس الضعيف أولاً تمييز الأساس القوي من الأساس الضعيف طبعاً الفكرة والمبادئ بنفس الطريقة لأنا ميزت فيها العمد القوي من الأساس القوي الآن تتأثن الأساس عند الحالة في الماء معظمة آيون الهيدروكسيد السالب وأيون موجب الآيون الموجب بيختلف حسب هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد البوتاسيوم، هيدروكسيد الأمونيوم ولكن الشيء الثابت في صياغ الأساس هو OH سالب هذه هي الصيغة الثابتة بين صياغ جميع الأساس هو ال-OH هو جذر الهيدروكسيد هلأ كل الأساس عندي بيكون هيك شكلك الآتي A-OH طبعاً هون ال-A هي الجذر الموجب ممكن يكون هذا ال-A بوتاسيوم ممكن أمونيوم ممكن صوديوم مثلاً بوتاسيوم N-H-K الأمونيوم N-H-4 ممكن يكون صوديوم ممكن يكون ثلائية التكافؤ مثل الكاليسيوم فالآيون الموجب أو جذر الموجب هو متغير دائماً في الأساس ولكن الصيغة الثابتة في الأساس هي ال-OH OH سالب ما هي الزمرة أو الصيغة الثابتة في جميع الأساس أو الآيون المشترك بين الأساس هو OH سالب هذا هو الآيون المشترك بين جميع الأساس لما يتأين هذا الأساس لما يتأين بينفصل عندي القسم الموجب عن السالب يعني بيصير الآي موجب لحالة والآي والآي السالبة لحالة التأيون معناته ما هو التأيون هو انفصال الآيون الموجب عن الآيون السالب عند انحلال المركب في الماء هذا الانفصال يتم في وسط مائي ليش؟ سألتها لكم ليش؟ لأنه طبيعة الماء هي يعني تفرض هذا النوع من الانفصالات لأنه الماء قطبيا لما إن شاء الله هكتدرسوا بكالوريا بتشوفوا المعلومات كيف الماء بطبيعتها الماء هيك بتعمل لما منحط مركب بالماء هذا المركب سوف يتأين ما معنى يتأين يعني سوف ينفصل القسم الموجب عن القسم السالب من الصيغة هلأ في حال كان أنا كتبت الـ A-O-H وكتبت سهم واحد حطيت سهم واحد وحطيت A موجب زائد O-H سالب سهم واحد معناتها كل كمية الـ A-O-H أو كل كمية الأساس تأينت يعني انفصل فيها الآيون الموجب عن الآيون السالب لما أنا بعمل سهم واحد معناتها خلص المركب سلك طريق واحد كله تحول إلى الشكل الآيوني هذا يعني انه الأساس قوي لما كل ذرات الآيون أو كل جزيئات الأساس لما كل جزيئات الأساس ينفصل فيها القسم الموجب عن السالب كله شو يعني كله معنات عندي سهم واحد يعني كل الأساس سلك هذا الطريق مش عبر السهم وصار عندي أيون موجب وجزر الهيدروكسيد السالب هذا يعني أن الأساس قوي ولكن في حال مثل المكتوب عندي فوق كان عندي التفاعل عكوس التفاعل عكوس معناتها مو كل الصيغة انفصلت عن بعضها مو كل الصيغة انفصلت عن بعضها أنا عندي AOH عندي تفاعل عكوس يعني بعض جزيئات الأساس بعضها انفصل فيها الأيوني موجب عن السالب أو تأيينت هذا يعني أن الأساس ضغل فتتأيين الأساس وكذلك الحمود عند الحلالة بالماء الأساس لما تتأيين تعطيني أيوني الهيدروكسيد السالب اللي هو دائما أيون مشترك بين جميع الأساس وأيون موجب ويمكن أن يكون الأساس قوي أو ضعيف الحمود كان لما يتأيين يعطيني أيون الهيدروجين الموجب وأيون سالب يتغير حسب الصيغة هلأ الأساس القوي يتأيين كليا في الماء مثل هيدروكسيد السوديوم هيدروكسيد البوتاسيوم بدي يذكركم لنا أن هيدروكسيد السوديوم هو عبارة عن الأطرونة اللي أنا بستعمله لتكليص الزيتون أو بستعمله لصنع بعض أنواع المربيات وأنها هي شديدة الحرق ومؤذية جدا لذلك يجب التعامل معها بعيدا عن الأطفال هذا الأساس القوي يتأيين كليا في الماء يعني أنا كل كمية الأطرونة اللي حطّطها في الماء كلها رح تتأيين رح يصير عندي في المحلول كمية كبيرة من الأيونات فالن-آ-و-أتش ماذا سيحدث بها؟ سوف تتأيين ينفصل الصيغة الموجب عن الهيدروكسيد السالب يعني هنا أنا عندي هذا المحلول ماذا حدث في هذا المحلول؟ في هذا المحلول أنا ما شفت أي مركب يعني أي مركب المركب يكون فيه كرتين مع بعض ما شفت أي مركب هون كل المركب تحول إلى آيونات موجبة وسالبة يعني عندي هون مرسوم ثلاث آيونات موجبة اللي هنا الدوائر الحمراء جوتون موجب وثلاث آيونات سالبة يعني هنا الدوائر السوداء اللي داخلها سالب معناتك أنا كان عندي ثلاث جزئات كان مرتبط فيها كل آيون موجب مع آيون سالب فأنا بهذا المحلول اللي فيه آيون اللي فيه أساس قوي لن أجد أي جزئ كلها عبارة عن آيونات منفصل عمضة الآن بالنسبة للأساس الضعيف يتأين جزئياً في الماء مثل هيدروكسيد الأمونيوم هيدروكسيد الأمونيوم هو الهيدروكسيد الوحيد اللي موجود في كتابنا اللي هو يعتبر أساس ضعيف فهو الوحيد اللي نحن ندرسه بكتابنا هو أساس ضعيف هو هيدروكسيد الأمونيوم عندي NH4 OH ما معناتها أساس ضعيف يعني عندي أنا سهمين متعاكسين يعني أنا عندي بعض جزيئات الهيدروكسيد أو الأساس سوف ينفصل فيها الأساس القوي العفوا الآيون الموجب عن الآيون السالب دائما لما بتشوفوا سهمين فوق بعض بأي معادلة معناة هذا التفاعل عكوس يعني ما كله رح يتم يعني بعض الجزيئات مثلا عندي عشر جزيئات أول شيء أول اتنين تأينوا بعدين بيرجعوا بيتفاعلوا مع بعض وبيرجعوا جزيئات وبعدين تاني اتنين بيتأينوا بيرجعوا وبيتحدوا مع بعض وبيرجعوا عشق الجزيئ بعدين الخامس والسادس بيتأينوا وهكذا يعني بيتم أنا عندي تفاعلات متكررة شوي بيتأينوا وشوي لتأينوا بيرجعوا بيرتبطوا مع بعض وبيرجعوا جزيئ وهكذا هون أنا عندي بهذا المحلول عندي هذا الأخضر والأزرق مع بعض هن المركب يعني ما تأينوا عندي جزيئتين هون بالأول ورقم 3 من عدل واحد وثلاثة هنه جزيئات من الأساس ما تأينوا ولكن عندي جزيئة واحدة تأينت وأعطتني أيون سالب لي هو الأخضر وأيون موجب لي هو الأحمر طبعا الأيون السالب اللي سأعطيني الأساس هو جذر الهيدروكسيد هلأ من راجع هون الأسس اللي عندي إياها عندي هيدروكسيد الصوديوم صيطه جزيئي وتصنيفه تصنيفه يعني هل هو قوي أو ضعيف حتى بيحب يراجع معلوماته هيدروكسيد الصوديوم اللي هو عبارة عن دعونا دائما نتذكر خواصه اللي هو عبارة عن الأطرونة تصنيفه هو أساس ضعيف قلنا جميع الأسس اللي درسناها بكتابنا هي أسس قوية الأساس الضعيف الوحيد فقط هو هيدروكسيد الأمون هيدروكسيد البوتاسيوم البوتاسيوم K وعندي OH وثنانة تكافؤن واحد ما في دعي أضيف أي شيء وهو أساس قوي طبعا هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم هما أسس وحيدة أو أحادية الوظيفة الأساسية شو يعني أحادية الوظيفة الأساسية يعني أنا عندي زمرت الزمراء الأساسية أو زمرت هيدروكسيد واحدة أو وظيفة أساسية واحدة أو OH مرة وحدة أنا عندي بس بس صغيرة فهيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم أساس قوية وأحادية الوظيفة الأساسية هلأ هيدروكسيد الكالسيوم صيغته الكالسيوم صيغته CA والبوتاسيوم صيغته OH الخطوة الأولى تكتبنا الآيون الموجب الخطوة الثانية كتبنا الآيون السالب الخطوة الثالثة التكافؤات تكافؤ الكالسيوم اثنين تكافؤ الهيدروكسيد واحد وبادل بين التكافؤات الكالسيوم رح تاخد واحد ما في داعي اكتبه كل الهيدروكسيد رح تاخد اتنين فأنا لازم أحط بين قوسين وحط اتنين فصيغة هيدروكسيد الكالسيوم CA بين قوسين OH اتش اتنين طبعا لماذا منين اجر اتنين لأنه تكافؤ الكالسيوم اتنين طبعا هذا الأساس هو أساس هو أساس ثنائي الوظيفة الأساسية لأنه أنا عندي ايوني هيدروكسيد CA OH وهو أساس قوي وهو أساس ثنائي الوظيفة الأساسية يعني عندي تنتين من الOH فهو ثنائي الوظيفة الأساسية وكذلك بالنسبة لهيدروكسيد الماقنيزيوم الماقنيزيوم رمزة MG والهيدروكسيد OH تكافؤ الماقنيزيوم اتنين تكافؤ الOH واحد بدلت بين التكافؤات صار عندي MG OH اتنين وهو أساس قوي معناته هيدروكسيد الماقنيزيوم وهيدروكسيد الكالسيوم هما أسس ثنائية الوظيفة الاساسية لماذا ثنائية الوظيفة الاساسية؟ لأنه أنا عندي ثنتين OH في كل منهما ثنين OH عندي مجموعتين هيدروكسيد في كل صيغة فهو ثنائية الوظيفة الاساسية بالنسبة للهيدروكسيد الأمونيوم نحن dilنا نبدأ بالأيان الموجب لهو الأمونيوم الهدروكسيدNH4 أنتهي بالأيان السالب لهو الOH اثنائية تكافؤاته واحد لا داعي لكتابته فالهدف أنه أنا أطلع هذا الدرس حافظ كل الأسس وصيغته وشو يعني قوي وشو يعني ضعيف وشو يعني أحادي وشو يعني ثنائي الوظيفة الأساسية طبعا الهيدروكسيد الوحيد والضعيف في هذه الصيغ هو هيدروكسيد الأمونيوم هو أساس ضعيف شو أكتر شيء مهم بهذا الجدول أكتر شيء مهم طبعا الصيغ مهمة جدا وأكتر شيء مهم أنه هيدروكسيد الصوديوم هيدروكسيد البوتاسيوم هيدروكسيد الأمونيوم وحديد الوظيفة الأساسية لأنه فيها وظيفة هيدروكسيد واحدة أو جذر هيدروكسيد واحد أو مجموعة واحدة من الهيدروكسيد أما هيدروكسيد الكالسيوم والماغنيزيوم فهما ثنائية الوظيفة الأساسية فهما ثنائية الوظيفة الأساسية لأن كل منهما يحوي على جذري أو أساسين من الهيدروكسيد هلأ زألنا على الأحادية والثنائية ثنائية الوظيفة الأساسية الهيدروكسيد الكالسيوم وهيدروكسيد الماغنيزيوم قالنا جميع الأساس القوية في كتابنا ما عدا جذر ما عدا هيدروكسيد الأمونيوم هو ضعي هلأ تقييم الأول أذكر أساس ضعي فاكتب معادل التأيين فضل يا عبد الرؤوف مصطفى نعم أساس الضعي أساس إن أتش أربعة وأتش معادل التأيين هو هيدروكسيد الأمونيوم صح إن أتش أربعة موجب موجب أربعة أو أتش أربعة موجب ما موجب أربعة إن أتش أربعة موجب بس إن تكافؤ زائد واحد أيوة ثم أو أتش سالب أحسنت والسهم باتجاهين لباتجاه واحد باتجاهين أساس أحسنت إن أتش أربعة أو أتش سهم باتجاهين لأنه الأساس ضعيف في حال كان الأساس ضعيف أو الحمض ضعيف يجب أن أكتب باتجاهين متعاكسين فلدي إن أتش أربعة موجب زائد أو أتش سالب إن أتش أربعة موجب هو جذر الأمونيوم وتكافؤ زائد واحد إن أتش أربعة موجب زائد فا gör técكاكسين جذر الأمونيوم وتكافؤ嘗 たكاكسين جذر الأمونيوم وصولد التكافؤكسين. اشتركوا في القناة